سمعين الموسيقى الجميلة دي؟ فاكرينها؟ طيب ده كلب أهل الملامة للفنان الجميل الحزين محمد موحي يلا بسرعة على طول نشوف الكليب ده كان بيقول ايه؟ مبدئيا هنا في كازا كدر الأستاذ محمد موحي في بيت قديم وشكله مهجور هو ده طبيعي بس اللي مش طبيعي؟ الميلايات اللي مفروش على الصالون دي ليه بقى مش طبيعي؟ أنا هقول لكم بس مش دلوقتي هنا دخل الفنان بيتجول في المكان وواضح انه كان بيفتكر حاجة معينة وحصلت وقرر ان هو يغني وقال أهل الملامة فرقوا في الناطق جرحوا ده وجرحوا الحب الكبير هو المفروض ان ده الواحده يعني أهل الملامة ولا إيه اللي هو بيتكلم عنه الأستاذ؟ آه وده بقى الطير اللي بيغنيله ان أهل الملامة قرروا انه ياخدوا الطير ده منه لأ لأ دي مش رهان ما تركزوش معاه الجملة دي بتقول اه هو يقصد كده يعني من كلمات الأغنية ان في ناس وحشة نوتي وقعت ما بينه وبين حاببته وطبعا هي صدقتهم وثابته وتقريبا ده شكل الشخص اللي هو يعني وقع ما بينهم يمكن يكون يا جماعة واحد بيحبها وقع ما بينهم علشين تسيب الأستاذ محمد موحي وتحبه هو يعني من الأخر كده قصة قصيرة حزينة تقليدية ما فيهاش أي افتكاسة لا 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 بس سواني بقى من الواضح يا جماعة ان الموضوع أعمق من كده بصوا هنا بيحصل ايه؟ دول من الواضح كده ان هما ما ترعوش أهل الملامة دول أهل الرعب دول ترعو ناس مش موجودين في الوجود أصلا لا لا ناس ايه؟ شكلهم مش ناس أصلا مش عارفة لي كده انا حسن الشغل العالي والشغلبازات والحفلات دي بتفكرني بحاجة معينة كده؟ يبدو كده والله وأعلم ان الوضع كان هادئ ما بينه ما بين حبيبته إلى أن ان هي فجأة قررت تغني مثلا في الحميم ولا تقف قدام المراية ولا تجلق مياه سخنة في البلاعة فقرر صاحبنا ده انه يحبها ومن الواضح ان حبيبة الأستاذ محمد موحي عجبها الواضع وفضلت محشورة كتير مع أهل الملامة وما عرفتش تخرج أصلا حبيتش الموضوع أو شهر هي بصراحة معا حق يا جماعة أصلا أستاذ محمد موحي لو هيتقارن بينه وبين الأستاذ ده يعني هو هيكسب على قل هو يعني حطلها تعبان على رأسه وما خشه انت بقى يا أستاذ موحي عملتلها ايه؟ قاعد بس تتزل لها كل شوية يا عدبك على ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه كان بيقعدني بالأربعة ساعات يتغزل في عيوبي وخيتك سايسة؟ قهوتك من غير رواش؟ لا هنا بقى ما اعتقدش ان هم بيحموها البنت قضت حياتها كلها في الحمام لغاية ما لبسوها يا جماعة هم أكيد بيغطسوها في مياه مصحورة على أساس ان هي يعني تعجب بالأستاذ وبتاعي يعني الأستاذ التاني مش أستاذ محمد موحي متنزلي يا أختي ما تغلبناش أما هنا العفريت الحلوة ده جايب لها العو علشان الاصلاح كده ويعود يعمل لها شاء لبزات و اكشنز يمكن تخاف يامي 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 خافي عاييز يامي 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 الغريب بقى ان استاذ محمد موحي راح يغير هدومه علشان يقعد يكمل الأغنية حاس ان هو يعني متكتف بالبدلة فراح غير هدوم عشان يقعد من رحرح بقى كده ويغني براحته ومنتلق أرياحية ما هو يعني هو ده اللي في ده يعمله؟ هو اكيد كان طبيعي يعني هيخاف ان هو يهوم من المكان وهم موجودين هنا بقى ستة الكلة بتحاول تهرب ايه ده؟ طب ايه اللي جاب الاطفال الابريئة دول هنا في البيت الملعون ده؟ هنا بقى واحدة ميك اوب ارتست بتحاول بقى تماكيج هكده ويتشاهياص هكده يبقى شكلها حلو ايه ده هي مش شايفة بقى ولا هي بتحط الروش فين؟ وعمل فوش هكيدة ويفوش هكيدة ما خلاص يا عم بقى خوفنا وترعبنا كفاية بقى اما الحاج اللي ورا اللبس اورنج ده ايه اللي جابه هنا ده شكله محترم يعني وراجل كبار الله ايه اللي بتعمله ده يا حاج انا فتكرتك جيت هنا بالغلط ولا حاجة ولا خبت فيناك انت كمان ولا بتاع ايه الخبر اللي انت بتشربه ده؟ ودي بقى شبك عفريتي بجاندن جايبها لها عشان يزغل بيها عينها وترضع عنه اه اه هي ما يستحمدان ايام القحراطة متاخدش في بلكم هنا بقى شكل العفريتي الكبير وهو بيحوم حوالين البيت اول ما سمع صوته وهي بيتغني في الحمار قال لازم 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 اجيب ابني هنا واجوزه البيت تجي شايفين بقى خلاتكو الدجالين دول ولا الصحراء اللي واخدينها فضاهية مش عارفة رايحين بيها على فيل؟ شايفين اللوك كده مش بيفكركم حاجة؟ نفس الشيء ولكنكم تحبون ذنان ايه ده هو انت خلاص كده سبت حبيبتك يعني؟ كل اللي انت عملته استاذ محيين انت فضلت تتغني؟ وهو انت لو كنت شجاع زي الاستاذ عزة العليلي في فيلم الانس والجن وكنت حرقت العفريت ده ما كانتش هياخد في ايدك غلوة بس انت بقى اخترت الطريق السهل الامن اللي بيبعد عن العفريت وهو البكاء على الاطلال والغنى اما بقى الجزء اللي انا اجلت للاخر بتاع الملايات اللي كانت موجودة هي طبعا حاجة غريبة جدا لان المفروض ان البيت خلاص بقى مسكون ليه بقى يا أستاذ محيين هتحط البيضات على الانتري والعفش يعني انا مش فهم حضرتك هو انت لوية ترجع تاني يعني؟ خايف اولا يتطرب؟ اكيد انت هتحرق البيت نفسه ومش فهمك الاكتشاف الفضيع العبقاري اللي انا عايز قولكو في اخر الاغنية ان البنت اساسا ما كانتش حقيقية اسمعوا الحتة دي كده دي طلعت زيهم هو اللي كان مخضوع فيها يظهر كده ان هو اللي كان بيغني في الحمام او بيقف قدام المراية او بيقلوا الماء السخنة في البلاعة هرجع ادهالكو تاني نفس الشيء ولكنكم تحبون ايه دا ايه دا هي طالعة من البني ومخضوضة لي كده ما تقولوش ان كل الليلة السودي دي كانت حلم يا جماعة انتوا رعبتونا وتعبتوا عصابنا عمتا كده تبقى الغنية خلصت وسلام عليكم